السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكهرباء إلكتريك سنشاهد في هذه الحلقة طريقة الجمع بين مكونات أو أجهزة الحماية الكهربائية المنزلية الشيء الذي يهمنا في هذه الحلقة هو معرفة ترتيب وتوصيل الأجهزة فقط يعني لن أتطرق إلى كيفية توزيع الأحمال أو كيفية تحديد قطر الأسلاك لأن ذلك سيأتي في الحلقات المقبلة لابد أن نلتزم بالتدريج في الشرح حتى يكون هناك فهم واضح لبقية الدروس لأن هذه الحلقة بالأساس يتمهيد للحلقات المقبلة في الحماية الكهربائية والتوصيل النهائي الذي ستشاهدونه في هذه الحلقة ليس هو توصيل المثالي والتام والكامل حتى لا أطلع عليكم نرفع فاصل القناة وندخل في الشرح بسم الله الرحمن الرحيم لدينا لوحة التوزيع التي تشاهدون أمامكم كما هو واضح فارغة ولا يوجد إلا سكك تتبيت الأجهزة الحماية بعد العدار الكهربائي التي تضع الشركة لحساب الاستهلاك يأتي مباشرة الفاصل الرئيسي للكهرباء يمكن تغيير قيمة شدة تيارية حسب الحمل الكلي ويحمي من التماس ويحمي من الحمل الزائد وأيضا يحمي من التسريب الكهربائي يعني لديه حماية حرارية مغناطيسية وحماية تفاضلية لكن في شق التسريب فقط ولا يحمي من تعرض الإنسان للسعق الكهربائي بعد الفاصل الرئيسي لابد أن نقوم بتوصيل جهازين وهما مانع السواعق وجهاز لحماية من ارتفاع الجود على التوازي إذا كنتم لن تستعملوا مانع السواعق فيكفي توصيل جهاز الحماية من ارتفاع الجود مباشرة مع مخارج الفاصل الرئيسي المهم قلنا أننا سنستعمل مانع السواعق وجهاز الحماية من ارتفاع الجود يلزمنا مرابط تتكون من ثلاثة أسلاك للفاص سلك فاص خارج من الفاصل الرئيسي وسلك فاص إلى مدخل مانع السواعق وسلك فاص إلى مدخل جهاز الحماية من ارتفاع الجود ونفس العملية مع 3 أسلاك للنيترال لكن هناك مشكلة مانع السواعق كما شاءنا في حلقته يستحسن عدم تركيبه مباشرة في التركيب لأن أعطاب مانع السواعق ستفاعل الفاصل الرئيسي وهو ما يعني فصل الكهرباء عن التركيب ككل لكن دائما نتفادأ أو نبتعد عن فصل الكهرباء الكل أثناء الأعطاب لذلك لابد من استعمال قاطع حراري مغناطيس مزدوج قبل مانع السواعق حتى إذا كنتم ستستعمل قاطع فرعي أحادي يتم توصيل فقط الفاص فيه في وقت تركيب فلابد أن تستعمل قاطع فرعي مزدوج للتحكم في مانع السواعق هذا شرط ضروري ستسألونني لماذا؟ لأنكم لو قمتم بتركيب القاطع الفرعي الأحادي مع مانع السواعق وتعرض مانع السواعق للتلف سيفصل قاطع الفرعي الفاص فقط وسيبقى النيوترال متصلا بمانع السواعق وكما شرحنا سابقا قد تبقى كل أسلك توصيل مانع السواعق في حالة تماس عند تلفه وهو ما يعني أن النيوترال سيكون متصلا مع الأرضي وهذا قد يتسبب في تدخل الفاصل الرئيسي عبر حمايته التفاضلية لفصل الكهرباء عن كامل التركيب يعني مثل تسريب النيوترال يعني من الأحسن دائما استعمال حماية تفصل الفاص والنيوترال معا على مانع السواعق حتى نبتعد عن الفصل كل الكهرباء على التركيب بالكامل ستفهمون هذه المشكلة بشكل جيد في حلقات قادمة تدور في ذهني الآن وستكون مهمة جدا سنبدأ في توصيل الأسلك من مخرج النيوترال للعداء الكهرباء سنقوم بتوصيل النيوترال في مدخل الفاصل الرئيسي وكالعادة النيوترال دائما على اليسار حتى في التغذية التي الأطوار تذكرها هذه القاعدة جيدا بعد ذلك سنقوم بتوصيل مخرج النيوترال مع مرابط توصيل الأسلك لتوزيعها على حماية مانع السواعق وجهاز الحماية من ارتفاع الجود نفس العملية مع الفاز بعد العدات إلى مدخل الفاصل الرئيسي ومن مخرج الفاز إلى مرابط توزيع الأسلك سنبدأ مع مانع السواعق سنقوم بتوصيل النيوترال في مدخل القاطع الفرعي المزدوج والفاز أيضا في مدخل القاطع الفرعي المزدوج ومن مخرج القاطع الفرعي المزدوج إلى مدخل النيوترال ونفس الشيء مع الفاز من مخرج القاطع الفرعي المزدوج إلى مدخل الفاز في مانع السواعق يتبقى لنا الآن توصيل الأرضي الذي دائما يكون في الأسفل منع الصواعق. ننتقل الان الى جهاز الحماية من ارتفاع الجود. من مرابط الاسلاك التي توجد الاتصال مباشر مع مخارج الفاصل الرئيسي. سنقوم بتوصيل النيوترال في مدخل جهاز الحماية من ارتفاع الجود. ونفس الشيء مع الفاصل سنقوم بتوصيله في مدخل جهاز الحماية من ارتفاع الجود. الان انتهينا من المرحلة الاولى التي التي تكون بعد الفاصل الرئيسي المرحلة الثانية تأتي بعد جهاز الحماية من ارتفاع الجود لابد لنا من استعمال قاطع او فاصل تفاضلي لا تزيد قيمته عن 30 ميلي امبير لحماية الانسان من التعرض للسعق بالكاربع طبعا 30 ميلي امبير هي فقط ايدلتاين او شدة طيار تسريب فقط هنا سأستعمل قاطع تفاضلي واحد وقد تستعملون جهازين او ثلاثة اجهزة للحماية التفاضلية حسب الحاجة نقوم بتوصيل الاسلاك النيترال والفاص في مخرج جهاز الحماية من ارتفاع الجود مع مدخل الحماية التفاضلية بعد الحماية التفاضلية تأتي المرحلة الاخيرة وهي توزيع على القواطع الفرعية كانت مزدوجة او احادية سأستعمل هنا القواطع المزدوجة سأضع ستة قواطع فقط هناك توصية من شركة لوغروند وشنيدر ايضا تنصح باستعمال ثمان قواطع كحد اقصى مع كل حماية تفاضلية حتى اذا كنا سنحقق مبدأ الانتقائية في الحماية الكهربائية التي سأشرحها لكم مستقبلا انا لا اعرف السبب صراحة من الذي يكتب لنا في التعاليق حتى نستفيد جميعا وجزال الله خيرا على هذا الاجر المهم سأستعمل مشت توصيل القواطع الاحمر لجمع وتوصيل الفازات في مداخل القواطع الفرعية والازرق لجمع وتوصيل النيترال في مداخل القواطع الفرعية اذا من مخارج القاطع التفاضلي او الفاصل التفاضلي الى مداخل القواطع الفرعية النيترال مع مشت توصيل النيترال والفاز مع مشت توصيل الفاز وهكذا نكون انتهينا من جمع كل مكونات الحماية الكهربائية المنزلية او الحد الادنى للحماية الكهربائية المنزلية تبقى فقط توزيع الاسلاك من مخارج القواطع الفرعية الى باقي التركيبات الكهربائية وبقي لنا شيئين مهمين وهما معرفة قطر الأسلاك التي ستستعمل وأيضا قيم شدة طيار المقنن حسب التوزيع والتي لا بد أن تتبعها مقاعدة في الحماية ومبدأ الانتقائية في الحماية الكهربائية وأيضا أن تناسب قطر الأسلاك وهذه الموضوعات التي سأشرحها أولا قبل إزمام باقي الشروحات الحماية الكهربائية إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة أشكركم على المشاهدة والإعجاب والتعليق ودعم القناة دمتم بخير وإلى اللقاء